عودة ميمونة عودة ميمونة وحتى المصانع وبعد تسوية وضعية القانونية افتتحته مطعما للطبخ المغربي وهي مقاولة صغيرة أدرت علي أموالا وفيرة بفضل عزيمتي ومساندة زوجتي لال فاطومة ابتسمت النساء الحاضرات واستمتع الأحفاد بأحاديث الجد المشوقة فروحه المرحة تضفي على كلماته بهجة يتذكر الحاج كيف زرح الحماس في مهاجرين مغاربة بقوله من الله علي برزق كريم بعد افتتاح مقاولتي والاستقطاب زبناء كتر ما كان علي سوى توسيع المطعم والبحث عن مهاجرين مغاربة لأشغلهم معي حتى أشجعهم على الحدوء مثلي بإقامة مقاولات ذاتية بش وجه الحاج ثم أتم حديثه عن عودته إلى المغرب قائلا عدت إلى المغرب وكل أمل في أن أساهم بالتطوير قررت أن أفتح مقاولة تمكن شباب المنطقة من الاشتغال ومحاربة البطالة وبما أن منطقتنا غنية بأشجار الزيتون كانت الفكرة أن نقوم بجمع الزيتون وعصره وتصديره للخارج كان الطلب مرتفعا على زيت الزيتون وسرحان ما صرنا نشكل خلية تشتغل بحماس في البحث عن أجود الثمار أذرنا عجلة الاقتصاد وساهمنا بالتعريف بمنتج مغربي على مستوى العالم ترجمة نانسي قنقر